موسيقى غادر المبعوث الأممي مارتين غريفث صنعاء بعد زيارة استغرقت نحو 24 ساعة التاق خلالها زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي وتم خلال لقاء بحث معوقات تنفيذ إعادة الانتشار الجزئي للميليشيات من ميناء الصليف ورأس عيسى وفق البند الأول من اتفاق ستوك هونم كما بحث غريفث مسألة الدفع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في ظل مطالبات حقوقية مستمرة بضرورة العمل على حل هذا الملف الإنساني نفذ الجيش الوطني الليبي الثلاثاء ضربة جوية ثانية على مطار طرابلس الدولي بينما قصفت طائرة تابعة له موقع للميليشيات في ورشفان غربي العاصمة حيث تستمر المعارك الهادفة إلى فرض السيطرة الشرعية على العاصمة وترضي الميليشيات وقالت مصادر ميدانية لسكانيوز عربية إن طائرة حربية تابعة للجيش الليبي الوطني شنت غارة على موقع للميليشيات في مطار طرابلس العالمي أفادت وكالة سان التابعة للنظام السوري بوقوع ثلاثة قتل في هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتدي أحزمة ناسفة على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في ريف حماه الشمالي في حين أفادت وسائل أعلام سورية أخرى أن ثلاثة انتحاريين من جماعة أنصار التوحيد فجروا أنفسهم صباح الثلاثاء في خطوط منطقة مداجن طيب الإمام في ريف حماه الشمالي شنت قوات أمن سودانية محاولة جديدة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم وذلك بعد محاولات أخرى باءت بالفشل إثر تصدي قوة من الجيش لحماية المتظاهرين ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم أن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء في محاولة جديدة لتفريق آلاف المعتصمين الذين يطالبون بتغيير النظام وتنحي الرئيس عمر حسن الباشير ترجمة نانسي قنقر